شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف ثلاثة واستمر المشروع العدة أيام في طريق قطة التدريب الاستراتيجية التعبوي للهيئات والإدارات وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة قوات المسلحة وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد لنعناصر المشاركة بالمشروع كما قام وزير الدفاع بجولة انتفاقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية لقوات المسلحة تضمنت افتتاح عدد من المصانع بأرش الانتاج الرئيسية التي تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة في المجالات الهندسية المختلفة اشتركوا في القناة